أفاد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقبي أنه في إطار المجهودات المبدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتبع للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الوقية لعموم المواطنين بسعر مناسب وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2292 قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من يوم غد سابع أبريل بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية وفي إطار أجراءة التعليمات المولوية السامية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كوفيد-19 وفي هذا الصدد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية إن وضع الكمامة واجب وإجباري وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2292 والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد قررت السلطات العمومية اليوم العمل بإجبارية وضع الكمامات الوقائية ابتداء من يوم غدنا الثلاثة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرة السكن في الحالة الاستثنائية المقررة سلفا وضع الكمامة واجب وإجباري وكل مخالف لذلك سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2292 والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد ومع تولي الأسابيع والأشهر من المعاناة مع